كمان هنتابع لقاء على هامش قمة المنامة مع أحمد الطريفي رئيس قطاع الشؤون الأفريقية بالبحرين أجرى أيضاً الزميل موفد التلفزيون المصري محمد عبدالله السيد أحمد الطريفي رئيس قطاع الشؤون العربية والأفريقية بوزارة الخارجية في مملكة البحرين أهلاً بحرية كيف أنت؟ أهلاً وسهلاً نتحدث اليوم عن وصول سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى المنامة للمشاركة في أعمال الدورة الثالثة والثلاثين للقمة العربية العادية كيف ترون المشاركة المصرية على أعلى مستوى في أعمال هذه الدورة فندم والتأثير الوجود المصري على الملفات المطروحة على قادة العرب نعم في البداية طبعاً نرحب بوصول فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة إلى مملكة البحرين يحلوا أهلاً ويطأوا سهلاً في مملكة البحرين وهذه المشاركة على أعلى مستوى من جمهورية مصر العربية تؤكد بأن مصر حريصة كل الحرص على نجاح هذه القمة التي تعقد في ظروف بالغة الحساسية وشديدة الدقة الدور المصري مقدر جداً ونحن في مملكة البحرين على تطابق كامل في الرؤى والمواقف تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية ولعل الزيارة الأخيرة التي قام بها سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية مصر العربية تؤكد مستويات التنسيق والتشاور التي وصلت بين البلدين والتي أعتقد بأنها أصبحت نموذج في العلاقات العربية وكذلك على المستوى الدولي أيضاً فأهلاً وسهلاً بضيف البلاد الكبير وهذه المشاركة مقدرة وأعتقد ستشكل إضافة كبيرة إلى مستوى مخرجات القمة ومستوى القرارات أيضاً التي ستصدر والتي هي الآن على طاولة القادة العرب والتي سوف يتناقشون حولها وستكون مخرجاتها في قمة البحرين بإذن الله المملكة البحرين الفندم دعت إلى مؤتمر عالمي وقمة عالمية للتعامل مع ملف عملية السلام هل هذه خطوة تفاولية تسبق اجتماعات القادة العرب إن شاء الله غداً في البحرين نعم في الكلمة الافتتاحية لسألة وزير خارجية مملكة البحرين دكتور عبدالطريف براشد الزياني أثناء افتتاح الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية تحدث حول مبادرة البحرين وأن مملكة البحرين تعتزم استضافة مؤتمر دولي للسلام من أجل مناقشة القضية الفلسطينية وحل الدولتين أعتقد بأن هذا الجهد الذي تقوم فيه مملكة البحرين وهذه المبادرة تحديداً تؤكد موقف مملكة البحرين الثابت والراسخ تجاه دعم الأشقاء الفلسطينيين وصولاً إلى نيل الشعب الفلسطيني حقوقه الكاملة غير القابلة للتصرف وإقامة دولته القابلة للحياة وكاملة السيادة وأيضاً حصولها على العضوية الكاملة لدى الأمم المتحدة وهذا الجهد أيضاً ينسجم تماماً مع الموقف الرسمي المصري نحن أيضاً أعلننا بكل وضوح أن موقفنا تجاه كل ما قامت فيه جمهورية مصر العربية وتحديداً في رفض التهجير القسري لسكان غزة تجاه أي منطقة هنا أو هناك نحن نؤمن تماماً في مملكة البحرين بأن أمن جمهورية مصر العربية هو جزء لا يتجزى من أمن مملكة البحرين ومن الأمن القومي العربي كافة شكراً جزيلاً شكر سيد أحمد الطريفي رئيس قطاع الشؤون العربية والافرقية بوزارة الخارجية بمملكة البحرين شكراً جزيلاً كافة شكراً جزيلاً لك